السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في موقع سكرين كاست سكرين كاست بيديك امكانية ان انت تسجل البرنامج شرح مثلا برنامج الرفت برنامج توكاد وتلفع الشرح دوت بحيث ان انت تحطه على المنتدى وليك ان انت برضو تعمل edit للفيديو فليك ان انت تنزل البرنامج تسطط ومن خلاله تبدأ تشرح وتقدر برضو تعمل edit لو انت سجلت الفيديو باي برنامج اخر زي مثلا برنامج camtasia او free cord او 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 تقدر تعمل upload وترفع الفيديو دوت خليها نختار كده فيديو بشكل عشوائي خليها نختار مثلا حاجة تابعة النفس وركس او اولي يكن مثلا دوت مشيت 19 ميجا فزاعته مع اولا هايبدأ يرفع لك الفيديو باكات تقدر تعمل تشوفه review وتقدر ان انت تاخد الرابط بتاعه وتبدأ تشاره على المنتدات او على اي موقع وتقدر نتعمل manage لحاجات الملفات بتاعتك نهوت طيب ممكن بقى نعمل مثلا فولدرات تمام يعني تقدر دي مثلا الفيديوهات كتيره فممكن تقول له مثلا انا عايز انظم في فولدرات هوت تقدر بقى تقول له انا عايز اعمل نيو فولدر وتسميه مثلا نفس وركس اي فولدر او اوتو ديسك او اوتو كياد او اي حاجة تمام تقدر تعمل صفولدر كوهية تقدر ان انت تتعدل فيه تقدر انت تجعل الفيديوهات ديت وتسحب وتحط في الفولدر يعني تسحب من هنا تحط في الفولدر دوت تمام تشوف المقفل انت عايزه تمام هبدأ اعمل سيلكت كده عليه وهبدأ اسحب من هنا وحطه في الفولدر دوت وتقدر تعمل كذا شانل نفس الفكرة بتاعت الفولدرات الموضوع ده للتنظيم بحيث بدل ما تبعت ترابي كتيره لأهو عندك فولدر في كل الفيديوهات اللي انت عايزها بتقوله نيو شانل وتحط الفيديو نيو شانل ولا يكون مثلا بس خلي بالك انها تبقى قابلك ولا ان لست ولا باسورد يعني اي حد يقدر يلاقيها ولا محتاج ان هو يدور عليها ممكن ان نكتب اي مثلا فزاري مثلا فزاري تمام طيب ممكن بقى تقوله بقى انا عايز ارفع الفيديو دورها الفيديو قد نرفعه ونحطينه في اليتشانل اللي احنا عاملناها وانه بياخد الرابط ونبعته لي الناس اللي عايزها تستمع كان زمان ما بيقبلش ان انت ترفع فيديوهات لازم تسجل انت الفيديو من خلاله بس دولة الحمدلله تطور جاي من دي الموقع الممكن بقى ترفع الفيديوهات دي تقوله اوكي فيبدأ ارفع هوملك نفس الفكرة درجان درو بتبدأ تحطه في اليتشانل اوه بيبدأ ارفع الفيديو اوه طبعا وقفت الفيديو ثواني بس اعتبروا ايه ان انا نتعن سريع ايه انشجعوني كده اقولوا ان نتعن سريع اذا انت عايز تدخل من صفحة راسية ادوس موية كونتنت فييبدأ يجبلك الفيديوهات بتاعتك تقدر تحطون بقى فولدر او فوتشانل اللي انت عايزه اهو تبدأ بقى تعمل سيلكت على الفيديوهات بتاعت الاتوكيد وبعد كده تسحب ويتضع في الاتوكيد ويتضع في الاتوكيد عندك انه تقدر تسجل تاني عندك تقدر تعمل شير للفولدر ده بس تاخدوا الرابط دوت ويتشيروا او ممكن تعمل custom link نعم بدل ما هو مكتوب كده لا تخليها مثلا نوتوكيد عايز الاتشانل تظهر به الشكل دوت او تظهر بالشكل سلايدر بار او الشكل دوت وممكن تشاربها على الفيسبوك او تويتر او 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 ايميل كوبي بيست هجدي كلها ترجمة نانسي قنقر